عمر محمد عمر أنت كنت حاضرا من البداية أنت كنت موجودا عند قدوم المحتجين وبدء الاحتجاجات عند الأسوار الخارجية لمحيط مقر الكونغرس هل من البداية حسب ما كنت تراه بالعين المجرد ومن قلب المكان أن هؤلاء المحتجين كانوا يريدون مسلك العدواني العنيف الذي حصل بعد ذلك أم أن حصل شيء على الأرض لهم دفعهم إلى تصعيد وطيرة احتجاجهم واقتحام المبنى بعد ذلك نعم نابيل ما إن أطل الرئيس الأمريكي دونالد شامب بكلمته من أمام البيت الأبيض حتى بدأت وجوه الناس تختلف حتى بدأ الاحتقان باديا عليهم بعد ذلك وصل نائب الرئيس مايك بينس إلى الكونغرس وتسربت الرسالة التي جاء مفادها أنه لا يتعارض مع الدستور هنا جن جنون بعض الناس ممنهم يعني يرتدون الخوذ والدروع الواقية من أنصار رئيس الأمريكي دونالد شامب وغالبا هم من حركة أو مجموعة ما يعرف براوت بويز وهي حركة تؤمن برقي أو سمو أو تفوق العرق الأبيض هؤلاء بدأوا بدفع الأسوار بعد ذلك تحدث ميتش مكونل بلهجة حادة عن ضرورة الانصياع أو السير قدما بما يأتي أو ما يتحدث به ما يقول به الدستور بموضوع التصديق على النتائج حينها بدأت المكبرات الصوت تتحدث بنبرة مغايرة أن أخرجوا هؤلاء أن هذا المكان هو مكاننا الذي سنؤمنه سنؤمن الولايات المتحدة بدأوا يتحدثون حتى معي مع المراسلين أو الصحفيين المحيطين ويقولون نحن كلنا مسلحون طبعا أنا كنت هناك ليس الجميع يعني مسلح بهذه التظاهرة أو الاحتجاج الذي انقلب إلى تمرد بحسب العديد من وسائل الإعلام لكن الكثير منهم كان يحمل أسلحة الكثير من هؤلاء أيضا يعني كانوا قد اعتادوا يعني على سماع الرصاص ودويل ربما القنابل والقنابل الصوتية الكثير منهم جنود سابقون فكانوا يحتفلون حينما يسمعوا أصوات القنابل الصوتية اثنان من هذه القنابل المفجرة عند المدخل الأمامي لمنعهم من الدخول هي كانت قنابل صوتية لكن أيضا كان هناك صوت الانقسام برفع أعلام الكونفدرالية ويعلم تعلم جنابك وأيضا المحللون الأفاضل أنه علم الانقسام علم الرفض يعني مبدأ إلغاء العبودية وحدث في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وأن طالبت العديد من الولايات بالانفصال عن الولايات المتحدة وإن كان شعارا لكنه يتحرك بين الفينة والأخرى لا